يحصل إيه لو حصل قرحة في القرانية؟ ده القرانية تخدشت لو أساء إن استخدام العدسات اللسقة وأصبح الموضوع في إهمال شديد وإحنا نستخدم العدسات اللسقة لما بيحصل هذا الخدش في القرانية ده يدعو الميكروبات اللي موجودة على سطح العين إن هي تتغلغل وتغزو هذا اللي ما فيهوش أوعدة موية بس مكون من بروتينات ومكون من ألياف وكولاجين وحاجات كتير مما يحصل كده يحصل التهاب وصديد وخراج في القرانية يؤدي ذلك إلى حدوث عتامة كاملة خدوا بالكم أن فقدان اللمع بتاع القرانية ده من دواعي حدوث الجفاف والالتهابات والمشاكل بنقدر نفحص القرح بين جهاز المصباح الشقي بنحط صبغة على سطح العين وصطح العين لما نحط عليه الصبغة بيظهر لون القرحة ولون المنطقة اللي ما فيهاش هذه الخلايا البلون مخضر شوية كده ونقدر نرسم القرحة هل هي قرحة شجرية نتيجة التهاب بيروسية هل هي قرحة خطية نتيجة إصابة معينة هل هي قرحة صديدية نتيجة نوع الميكروبات اللي داخل بياخذوا وده يساوي فقدان في الإبصار الواحد اللي عنده قرحة في القرانية نظره بيضعف بيعنده حساسية شديدة للضوء يقعد في جوه فيه ضوء أو فيه هوى أو فيه تراب عينه تفضل تدمع تدمع وما يقدرش يفتح عينه طول الوقت وعنده ألم والألم بيجي نتيجة انكشاف العصاب اللي موجودة في القرانية فبالتالي هي دي الأعراض المهمة عشان كده دايما بنسأل الناس عندها لابس عدسات لصقة نقول لهم أو بننصحهم نقول لهم يا جماعة لو عينك احمرت لو عينك واجعتك فيه ألم أو لقيت نظرك اختلف أو بتدمع كتير شيل عدسات لصقة يا أخي ما ينفعش تستمر بيها ليه؟ لأن انت اللي خدتيها من عند الكوافير عشان تروح تحضر فرح صاحبتك صاحبتك وانت اللي خدتها من عند الصيدالي اللي هو مش مصرح له بيجي على الصقة اللصقة عشان تروح للمناسبة دي ولا تعمل كذا وما قالكش هذه النصائح وما دكش المقاس المناسب سينتهي بك الأمر إلى فقدان الإبصار ويمكن كمان فقدان العين فأرجوك يا جماعة الإهمال في الحاجات دي يعني ايه؟ مؤلم ومؤذي ويعني تمن وغالي جدا تمن ونحن هنتهي بينا الأمر ونحن نعمل تريقية قرانية عشان نرجع جزء من نظر بكذا ربنا مدهولنا وإحنا مش حاسين به فأخدوا بالكو لأن الحاجات دي يعني لوحد قلبه بتواجع كده يا بنوتة تيجى عندها 16 سنة زي الفل زي الفل جميلة ومش نقصة حاجة في الدنيا وراح تستخبت كده عملت لبسة عدسة لصقة يعني حتى ما عملتش جرم كبير جرم في اللي بديها لها جرم في اللي باعها لها وما كانش متحصص وباعها ضد القوانين المصرية رضاعة المفوض ناتو بكون أكثر رضعا وما اللهاش النوعية دي تنسبك المقاس دي نسبك يعني مش هينفع جاكت داي لبس جمهورية مصر العربية كلها ما ينفعش فبالتالي العدسة اللي احنا كلنا بنلبسها دي عشان دي يونيفرسل ده كلام فاضي كلام ما فيهوش علم وما فيهوش كده فيه بس تجارة وفيه بس رقم بيخش الخزنة المورد أو اللي بيبيع من غير أي أساس طبي ولا حجة علمية يعني يخدوا بالكم من أن التمن غالي جدا جدا حقيقة التمن حيدفع في الشخص اللي حجيله مشكلة حيبقى غالي جدا 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 وأغلى كتير قوي من كشف الدكتور وأغلى كتير جدا من النظر حقيقة ما فيش غلى منه في الدنيا طيب احنا الوقت يتكلمنا عن قرانية كلمنا على وظيفتها كلمنا على أسباب إن هي شفافة وعلى كده على الأجاز في ربنا خلق هذه القرانية بهذه الجودة والنقاء والصفاء وهي في مقدمة العين وعمل إيه عشان نحط طبقة الدموع عشان يحمي النقاء والصفاء ونقدر نشوف ونتأمل وبعندنا بصر وبعندنا بصيرة كمان في مال النهاية طيب لو إمتى بيحصل عتمات في القرانية؟ دايماً بحب أخذ الأسباب بالتسلسل كده